كيف أنت بنيت هالقاعدة التي كثيرا ما تكررها التعليم أولا أنه في المجتمع العربي التعليم تلقيني هو التعليم تلقيني يعطي ولا يأخذ ليس مبنيا على النقاش والجدل وبناء الثقة عند الطالب للتساؤل والمناقشة وتكوين ذاته تكوينا خاصا وإنما هو تلقين تلقين ذاتي وفي كل الثقافات ليس الثقافة فقط التعليم تابع للثقافة ومحكوم بالثقافة وليس حاتما لها فهو يأتي التعليم ليكررس ما يريده المجتمع من قيام وعادات واتجاهات وانغلاق أو انفتاح طيب أن تتحدث عن تعليم يجب أن يقوم على أخذ ورد على إثارة التساؤل هنا عندي أحد الحوارات التي تتحدث فيها تقول الوثقية هي أن تكون واثقا بالسائد ثقة مطلقة عمياء مع أنك لم تنهض بأي مراجعة ولا تمحيص وأن تبقى مرتهنا بهذا المألوف ومأخوذا بوهم كماله وتفرده ما هي أن تبقى الراجع أنت؟ الراجع الدين الراجع الثقافة هي المشكلة للمجتمعات أنه قد يكون مثلا الإنسان يكون من حظه مثلا أن يولد في مجتمع مسلم ويبرمج على هذه الثقافة التي خاصة يعني صار من حظه أن يكون في ضمن ثقافة جيدة جيدة عشانة ثقافة مسلمة مثلا لما نجد شخصا ولد في بيئة ثقافية يعني يكون محظوظا بها فهذا حظه لكن لو تأمل الآخرين تأمل الآخرين أيضا أنهم يثقون بما عندهم من ثقافات بغض النظر عن أساسها الجيد أو الردي يعني مثلا في العراق في فرقة تسمى اليزيديون هؤلاء يعبدون الشيطان ومع ذلك أبناءهم يدرسون في المدارس يدرسون في المدارس العراقية يدرسون الدراسة المدنية ولكنهم يبقون أيضا يعبدون الشيطان قصدي أن الإنسان يعني كل ما اقتنع بما لديه يبقى على ما تبرمج عليه سواء كان صحيحا أم خاطئا سواء كان جيدا أم رديئا لا تعتقد أن الصح والخطر ولهذا نقول أن العقل العقل البشري يوجد للإنسان غالب الناس يوجد عند الإنسان عقل لكن مع وقف التنفيذ الإنسان بدون عقل ما لم يستدرك ويعيد بناء ذاته ما لم يستدرك ويعيد بناء ذاته فإن عقله مخطوف طيب يعني هل أنت تريد أن تقول أن الحق نسبي يعني كل يرى الحق من جانبه في مسائل كثيرة نعم هناك حق الحقيقة تبقى حقيقة موضوعية لكن إدراكنا لهذه الحقيقة بدون شك أنه نسبي كيف يختلف الناس والله سبحانه وتعالى ولا يزالون mختلفين ولذلك خلقهم أيضا يعني معنى هذا أنه علل الله سبحانه وتعالى خلقهم يعني أنهم مختلفين أنه خلقهم من أجل هذا الاختلاف لأنه لولا الاختلاف لم تقدمت البشرين يعني الاختلاف هو الذي يمكن الناس بأن تتلاقح أفكارهم وبأن تمتزج هذه الأفكار المختلفة فهذا الاختلاف هو الذي ينمي ينمي الحضارة وينمي المعرف البشرية طيب بس السائد أنه الخلاف دائما مذموم لا ليس مذموما فكيف يمكن أنه سيطر على خلاف أي مجتمع لا خلافة فيه فهو مستقر على بركان كيف مستقر على بركان نعم هو يجلس على بركان لأنه لا يمكن أن يكون استقرارا حقيقيا إلا إذا سمح لكل الأرابي أن تذهب على السطر من أجل إلا تعمل في الخفاء الناس لابد أن يكونوا مختلفين يعني حتى لو تبرمج العدد الأكبر من الناس تبرمج على رؤية وحدية مطلقة فهناك آخرون لم يتبرمجوا على هذه الرؤية المؤخرة فإذا منع هؤلاء الذين استطاعوا أن يكتشفوا هذه البرمجة منعوا من أن يعبروا عن آرائهم بدون شك أن هذا غرر على المجتمع وأنها قنابل موقوتة لفرقعة المجتمع وتصديعه كيف يمكن أن نضبط هذا الاختلاف الذي تعتبره أنت ظاهرة صحية حتى لا يتجارب يتجاوز إلى تعدي أحد على الآخر يعني أحد مظاهر الاختلاف أحيانا التعدي لا هو الخلاف يصير أصلا منضبط خلافه منضبط يعني شف ما دم أن الخلاف في حدود الكلام فقط والكتابة فقط وإعلان الرأي فقط فهذا يجب أن يكون مسموحا به مهما كان الخلاف كيف يمكن أن نضمن أنه يبقى ضمن المسموح فيه في تجارب العالم أثبتت أنه هذا ممكن تجارب العالم في كل وأيضا تجارب العالم أثبتت أنه لا يمكن أن يتحقق الازتهار إلا بهذا الانفتاح يعني نحن نرى المجتمعات المفتحية التي استطاعت أن تزدهر لأنه بدلا من أن يكون المجتمع عبارة عن نسخ مكررة أصبح الناس أصبح التنوع هائلا لأن كل فرد له أيضا مزيته عن الآخرين وهذا التنوع الهائل في الأفراد هو الذي يكسب الحضارة هذا الازدهار والنمو والثراء طيب في مقابلة إلكترونية أجيت معك سيد إبراهيم البليهي قال لك أحد المشاركين في حوار مفتوح أو اتهمك باتهام يردد الكثيرون قال لك أنا ما أقدر أفهم مقالاتك يصعب علي أن أفهم مقالاتك هل أنت تتعمد هذه الصعوبة؟ لا بدون شك لكن المواضيع التي أعالجها هي مواضيع تحتاج إلى خلفية ثقافية خلفية فلسفية خلفية معرفية لا بد أن تتوفر عند القارئ يعني مثلا أبسط الأشياء مصطلحات كثيرة يعني مثلا بعض الناس لما كتبت سلسلة من المقالات عن النزعة الفردية وأنها أساس التطور الحضاري الغربي ظن أنني أتكلم عن الأنانية يعني قصدي أنه لا بد من خلفية معرفية من أجل أن يعرف أن هذه المصطلحات أصبحت مفاهيم حضارية معرفية لا تأتي لا يأخذها من القاموس وإنما هذه طيب إذا كان يفتغل إلى هذه المعرفة فلن نستطيع أن يعرف أن يفهم ماذا أريد جميل يعني أنت قبل قليل كنا نتحدث هل هو خطاب ولا نخبوي أخر شيء قلت ولا يكون نخبوي أنا أقول الأصل الأصل ليس نخبوينا الأصل أنه موجه للجميع لكن إذا لم أستطع أن أصل إلى الآخرين فأنا أدعوهم إلى أن يرتقوا نسبيا إلى أن يفهموا ما يقال يعني مثلا عندما يرى أن يتخلم عن مصطلح مثل الليبرالية مثلا أو الفردية النزعة الفردية أو التعددية أو كذا لا يأخذها كذا من ثقافة والعامة وإنما ينبغي أن يرجع إلى مراجع ليعرف أن هذه المفاهيم تحتاج إلى أن تعرف أصولها وجذورها وكيف نمت وكيف أصبحت من أساسيات الحضارة المعاصرة جميل سنعود لمواصلة هذا الحوار بعد فاصل قصير أيها الإخوة فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حوارنا مع المفكر والكاتب السعودي إبراهيم البليئي فاتقوا معا ترجمة نانسي قنقر